طيب نبدأ بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم أهلنا سهلا فيك حياك الله بفير طيب مقدمة بسيطة هذا الفيديو نصوره لكم لأجل الاستماع لتكون عندكم مادة لتستمعوا إليها مادة ممتعة بسيطة تناسب مستوياتكم ونبدأ أعرف نفسك لاختصار معكم ياسر ميغا طبعا من سكان مكة المكرمة وحاليا نعيش في ماليزيا لعشرة سنوات في ماليزيا خرجت من الثانوية قديما جدا يعني 2008-2009 وبعد ذلك بعدها بسنتين أو إلى 2012 خرجت من السعودية وأتيت إلى ماليزيا هذا بعد الثانوية طبعا ودرست البكاليريوس في بكاليريوس إدارة الأعمال وبعد ذلك أكملت الماجستير وانتهت في 2019 ولكن ما جلسيتك؟ من مالي مالي يا الله ولكن هل والدك ولد في مكة؟ لا الوالد انتقل يعني من فترة طويلة من ربما قرابة الاربعين سنة إلى مكة وعاشت المكة ويعني عندي أخت أكبر مني ولدت في مكة وقبل ذلك في أخواني الاثنين ولدوا في السوداء في السوداء نعم ماشر إذن طول حياتك أنت عشت في مكة في مكة جميل أخبرني كيف هي مكة؟ كثير من المشاهدين ما زاروها وما يعرفونها؟ مكة جميلة وهي كما تعرف أن مكة هي المنطقة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصراحة مكة سبحان الله إذا تريد أن تعرف مكة الكعبة سبحان الله أي شيء في مكة ولولا الكعبة لا تشعر أسلاما في مكة مكة بالكعبة سبحان الله يعني أي شيء في مكة أقول ليس جميلا إلا الكعبة الكعبة هي جميلة في مكة في أي شيء في مكة فمكة سبحان الله يعني هي نعم أجواءها صعبة دافئة وبالنسبة لنا نحن هالمكة ولكن تعودنا على الدفع تعودنا على الحرارة لكن نستمتع فيها وهي المنطقة التي ونت فيها وترعرأت فيها حمها جميل ولكن أنتم كسكان مكة هل تذهبون إلى المشجد الحرام كثيرا أنا أمهم أنت أنا أذهب نعم من فترة لفترة ربما بالشعر مرة مرتين مرة مرتين وردما أدنس ثلاثة أشهر أربعة أشهر لماذا الحرم أمامنا يعني سبحان الله كما يقال إيش البتل يقال نسيت المثل ولكن إذا كان لديك خير ما تشعر به صحيح إذا كان لديك شيء يدك ما تشعر به صحيح صحيح يعني أنتم تسكنون ولأن المكة يعني هكذا ليست المكة الكعبة قريبة جدا يعني أنت تقول إن شاء الله إذا أحتجت إذا أردت سألهب لا ما نفكر ما سيفكر ما نفكر أبدا ما في تفكير إلا إذا مثلا أحد الشباب قال لنا يلا يا ياسر هيا خلينا نروح الحرم نذهب وإنا خلاص يعني أنت أهلك هل تسكنون بعيدا عن المشيط للأحرم؟ بسيارة تقريبا خمستاشر دقيقة خمستاشر دقيقة خمستاشر دقيقة لا أقل أقل أربما عشر دقائق بسيارة تقريبا 10-12 دقيقة بسيارة قريب جدا شيء عجيب سبحان الله هذا خير سبحان الله عندنا وما نشعر بأنه عندنا صراحة ما نشعر بهذا الخير إلا إذا خرجنا خارج مكة نشعر بأنه كان لدينا خير وافتقدنا الآن نشعر في الحالة أنا أشعر فعلا نفتقد مكة لمدة خمس خمس عوام ما ذهبت إلى هناك الآن نشعر كان لدينا خير ما أستغل لنا هذا الخير سبحان الله هكذا طبيعة الإنسان أي نهتان إذا أعاش قريباً مثلاً من الكعمة يتعود عليها تكريباً حيث نوعاً ما جميل سؤال آخر كيف أهل مكة أو شباب مكة يقضون أوقاتهم أوقات الفراغ ماذا يعملون أي أشياء عندكم منتشر ألعاب أنت إذا كنت صغيراً شاباً يافعاً ماذا كنت تعمل الزواني مختلف عن الزواني نريل زمنك الزواني من دراجات دراجات نعم دراجات كانت من أحب يعني كانت من الهوايات فعلاً الشباب الذين كانوا في ذاك الزمن كان دراجات وبلاي ستيشن بلاي ستيشن بس كان أقل في الحقيقة التلفزيون وهذه الأمور صحيح أنا ما أقول ذلك عشان أبين للناس أنني عجوز نها صبعاً هل يكلم عمري؟ لا والله عمري ما يقال لا يقال أنت وخم منه في التعليقات عمري ما يقال أنا صغير شاب جميل ففي تلك الفترة صراحة أبرز الأشياء اللي كنا نستمتع بعد دراجات نراجع أي دراجات لكن يا بابا عادة عن كرة القدم كرة القدم أيضاً كرة القدم أيضاً لكن الدراجات في ذاك الزمن في أنا نقدر نقول ما بين عمر سبعة ثمانية تسع عشر إلى العمر اللي في محسن يعني في رؤوسنا أول شيء الدراجات سرنا نجح بعد ذلك الكرة الكرة إضافية لكن دراجات يعني كنا ما شوي معا صغار نذهب هنا وهنا كانت يعني إسا عيام التلفزيونات نعم كانت في تلفزيونات وكانت في بعض البرامج لكن هذه كانت متعة منزلية يعني بعيداً عن المتعة الخارجية جميل ولكن أنت والدك مالي أبوك سودانية وأنت عشت ولدت في السعودية نعم إذن من يعني يعني كيف تجد نفسك العالم أو أنا أعلم السؤال صعب بس أنت ماذا تشعر نفسك طيب أنا أحتاج توضيح أحتاج استضاح للسؤال كيف من أنا هل ما أنا أنا أبي ششاني أمي ششانية ولدت وعشت وترعرات في الششان أنا ششاني حقا يعني ما في شيء غير هذا فهمت فهمت يعني من أعلى رأسي إلى أخمص 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 أنا ششاني بس أنت ما شاء الله أخذت من هنا وهنا وهناك يعني وفي النهاية كيف من أنا من أنت يعني أصلا هل أنت عربي مثلا إذا لغمنا إلى الدم أنت لست عربي صحيح نعم أخمص 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 من هذه الجهة من هذه الناحية عربي طيب إذا قلت من أنا أنا أقول أنا أنا هو شيء جميل لما يكون الأب من دولة أخرى والأم من دولة أخرى لماذا كيف لماذا فقط للكلام فقط وشيء جميل جدا الآن بالتكوينة هذه أصبح لدي عائلتان مالي سوداني أذهب إلى هذه الدولة أجد عائلة كبيرة عريقة وإذا ذهبت إلى الدولة الأخرى أجد عائلة عريقة كبيرة بينما والدي إذا قلت من والدي إذا كنت توجه هذا السؤال له تقول من أنت يقول لك أنا والدي أنا إدريس من مالي وجميع العائلة في مالي صح أما تسألني من أنا فأنا لدي دولتين من الآن لدي دولتين في مالي وفي السودان عندك ثلاث دول نعم ثلاث دول وربما الدولة الرابعة تأتي أين مرة أنا أرسل حتى عندك أصدقاء كل طفولة قضيت مع مكة نعم ثلاث ثلاث أما أنت عشت مثلا في الشيشان فأصدقائي كلهم شيشاني عكيب فالآن من أنا والله أنا أنا أكون دولتين أو ثلاثة دول فأنا مجموعة من مجموعة من الدول من العوالم نعم ما شاء الله فهذا شيء جميل جدا أنا سعيد بذلك لما ذهبت إلى السودان وجدت ما شاء الله تبارك الله عائلة كبيرة عريقة أن يرحبون بي بطريقة ما شاء الله تبارك الله شعرت أني بين أهلي وناسي وفيه فيه روح فيه روح فيه فيه قرابة دم فهذه متعة ذهبت إلى مالي في عالم آخر يعني سبحان الله أيضا قرابة دم يعني شيء جميل جدا صراحة ما تشعر بهذا الشعور إلا إذا وضعتني أنا أفتقد جميل جميل وإن شاء الله ولكن أنت جئت إلى ماليزيا للدراسة ثم قررت أن تبقى هنا تحاول ليس تحاول تعمل كيف وجدت ماليزيا ماذا دفعك أن تبقى هنا ولا تذهب إلى دولة أخرى مثلا ماليزيا من وجه الطبري هي دولة إسلامية وعلى صراحة مهتم بديني ومهتم مهتم بالإسلام مهتم أيضا بالممارس الممارسات الدينية المكان الذي يكون فيه أتواجد فيه أحم وأشعر بأن أنا ما زلت مسلما عندما تكون مثلا الممارسات الدينية تمارس من حولي فهذا الشيء الأساسي الذي أبقاني في ماليزيا في السنوات الأولى ما كنت أشعر لأنني جئت من السعودية من مكة في السنوات الأولى فالريضي يعني خرجت من مكة ومن البيئة المسلمة الحقيقية هناك سنوات الأولى كنت أفكر أننا ذهب إلى دولة مثل أمريكا كندا ألمانيا في هذه الدول فبعدها بعدها بعدة سنوات شعرت بأنني لا لا أنا أنتمي للإسلام خصوصا في نقطة جدا مهمة خصوصا عندما وجدت كثير من الناس ما يأبهون بالإسلام ما يأبهون بالدين أني بعيدين عن الإسلام فأنا شعرت أنا متقدم عنهم في التعليم الدينية متقدم عنهم في الممارسات الدينية متقدم عنهم أيضا في العلم إذا ذهبت إلى مثل هذه الدول ربما يعني بالبيئة ربما أتأثر تماما كثرة المساس يفقد الإحساس فعلا كثرة المساس يفقد الإحساس يعني كثرة المساس في مثلا عدم وغير الممارسات الدينية ناس ما يمارسون لكن ما مع المساس المساس كثرة المساس يعني مست ها نعم كثرة المساس يفقد الإحساس تعبير جميل أنا كل مرة أحاول أن أعطي تعبير تعبير يعني هكذا من الإخوة أي فمثلا عندما تتصارع مع شخص ليست التصارع الملاكمة تضرب الإحساس يذهب بعد فترة صح فكثرة المساس في الدولة مثلا لا تمارس فيها الدين صحيح سبحان الله ربما تفقد إحساس الدين وربما لا تمارس الدين يعني ترك بعض العبادات يكون أسهل لك لأنك ببساطة بساطة المحيط مهم نعم البيئة فلذلك أنا شعرت بأنه ماليزيا فيها ممارسة الواحد الشخص يستطيع يمارس في ممارسات الدينية ويشعر بأنه في الدولة الإسلامية يشعر بأنه في بيئة إسلامية يستطيع أيضا يمارس يجد ناس حتى يحفزونه على العبادة الممارسة الدينية فهذه نقطة صراحة كانت من جاء من جاء في كانت صراحة أعطتني الدافع القوي بأني أجلس هنا في ماليزيا جميل جميل وسؤال آخر أنت هنا منذ عشر سنوات 2012 نعم خبرني عن يومي كيف يكون يومي ياسر مثلا والله اليوم صراحة مليء قريبا من رمضان الوقت يعني من رمضان أو بعد كانت شوية مختلفة لكن الأيام السابقة والأيام القادمة إن شاء الله اليوم الطبيعي أصح الصباح أصلي الفجر بعد صلاة الفجر في بعض الأيام أخذ غفوة ساعة ساعة نصف ساعتين الغفوة الغفوة معي الغفوة الغفوة النوم السريع نوم حتى ما أنام على مكان قيلولة لا القيلولة تكون قبل الظهور أو بعد الظهور الغفوة الغفوة بالنسبة لي أجلس أو أنام على الكنبة لمدة أقل ساعة ساعة نصف ليس في مكان النوم هذا في الحقيقة هذا الذي أعمله ليس في مكان النوم كون لمدة ساعة وحط المنبه أيضا لسا أستيقل وبعد ذلك رص الرياضة وبعض المر في بعض المرات أو في أغلب المرات نستطيع نتكلم على المعتاد الجدول اللي اعتدت عليه في الصباح بعد صلاة الفجر أنا ما حدي يجلس إلى الساعة الثامنة يعني على الكنبة ربما تكون غفوة ربما تكون جلسة كذا وسيطة والساعة الثامنة الساعة الثامنة النادي لمدة ساعة ونسب رفع على الضالتين رفع على الضالتين رفع على الضالتين نعم تحمها أكيد ومن اليوايات من ساعة إلى ساعتين تقريبا وبعد ذلك أرجع البيت أنا فطور بسيط ربما بعض المرات ما أفطر أرجع على العمل والله أعمل خدمات تعليمية وهو تسجيل الطلاب في الجامعات ومعاهد اللغة الإنجليزية لكن الفكرة هو ما زلت أنا أؤسس الموقع ميقيا الخدمات التعليمية اللي تقديم أفضل الخدمات للطلاب اللي مهتمين بالدراسة في ماليزيا فأنا أحاول قدر الإمكان أطور من هذا الموقع بحيث يساعد كثير من الطلاب للرصول إلى ماليزيا ومعرفة مثلا نساعدهم نعم نساعد الطلاب ومعرفة تفاصيل الجامعات ومعاهد اللغة الإنجليزية في ماليزيا فهذا هو العمل اللي نعمل فيه من فترة وإهتمام أيضا بالفيديوهات اللي تساعد الطلاب ومعلومات يعني غايب عن كثير من الطلاب في ماليزيا طلاب اللي يدرسوا في الجامعات ومعاهد اللغة الإنجليزية قد تكون معلومات قيمة بالنسبة للطلاب بالنسبة لي أنا أعتت على مثل هذه المعلومات فأنا أحاول قدر الإمكان وصل مثل هذه المعلومات لكثير من الطلاب هل تحب عملك نعم ماذا تحب فيه أحب عملي وعشق عملي أنا أحب مساعدة الطلاب وأحب يعني في عملي هو مساعدة الطلاب تزيير في الجامعات لكن في شيء قبل ذلك الذي هو أنا لدي شغف وجدت شغف وأحب وأساعد الناس لكي يجدوا شغفهم جميل جميل وكذلك أتوقع أنك تتعرف على ناس مختلفين من بلاد مختلفة هل هذا الشيء التعامل مع الناس صعب لك أو إعتدت عليه لأن الناس مختلفون صحيح كيف أقولك صعب أن تتعامل معهم ما يعرفون ماذا يريدون ويتعبون صحيحة أفكار كثير 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 قصة قصة ما يعني تحدي الله في قصص أعطينا واحدة أعقد شخص أطعبك الشخص أتعبني لحول قوة الأشخاص يحدي لا يرى والله لا أريد أن أ Barn on شخص كان طيب من أي نوع يكون ما ثقير والله حتى الجيسيات ما أريد أن أتكر حتى used with the الكثير جيسيات فكرة أعيد لغتسالة خطوات د homan تبارك fourth إخطاء جميع أفكر الجميع جدا في التعامل أحب تعاملهم الجنسيات الأخرى المتعبة لا أريد أن أذكر الجنسيات لكن في بعض الجنسيات صراحة يعني كثرة الأسئلة ما في إشكال لكن تكرار الأسئلة نفس السؤال بس بطريقة مختلفة نجاوب مرة مرتين وثلاثة بصوتي كتابة باقي فيديو أتوقع هذا يلتعب لأنني أحيانا مثلا أعمل فيديو أشرك موضوعا ما ثم عندما يسألونني في الخاصة نفس السؤال أقول فقط راجع الفيديو أنا أعمل فيديو طويل أسوي يريد هكذا جوابا خاصا لهم يعني تخرج له عشرين دقيقة خاص تذكر اسمه لا أتوقع إذا ذكرت اسمه خلاص ربما يعي وربما ما يعي ربما أرجع لك أريد فيديو جميل سبحان الله صعب العمل مع الناس صعب صحيح صحيح وهذا شيء أيضا يولد الصبر مثل هذا الأعمال تولد فعلا الصبر عند الشخص لأنك تتعامل مع أشخاص جنسيات وتتعامل مع ناس كثر فبالتالي بعض الناس ترى أنه لديهم قلة ما قلة خلفية في كيفية التعامل مع الأشخاص ومع الناس فهذا إذا تعملت مع مثل هذا الأشخاص يعني تكتشف مهارات جديدة والله تكتشف مهارات جديدة في نفسك في نفسك نعم أنك ما توقعت أن هذا الشيء موجود فيك نعم سبحان الله هذه حتيتها فكثرت تعاملت مع الناس هذا يعني يخترع استخرج مهاراتك الداخلية الغير مكتشبة عنها منذ أزمان ما شاء الله شيء عجيب طيب ماذا يمكنني أن أسألك الآن شيء آخر هات ما هوايتك أهوى كنت أهوى كرة القدم وأهوى انقراءة انقراءة نعم أي نوع من انقراءة أو في بعض الكتب الدينية وفي بعض الكتب مثلا التنمية البشرية تنمية البشرية أي تنمية البشرية ليه يعني تنمية البشرية تنمية الذات تطوير الذات تقريبا أي هذه الكتب أي مواضيع تتناول تتناول مختصة عن مثلا تنمية ذات الفكر تتكلم مثلا عن شخصيات الإنسان كتطوير الشخصية طريقة التعامل مع الناس كيف تحقق أهداف نعم هذه كلها وأيضا مهارات الإدارة كمدير مثلا صاحب منشاء كيف تدير مثلا الموظفين العبارات مثلا الجيدة التي يجب أن تستخدمها كمدير مع موظفيك والعبارات التي تتجنبها جميل مثل هذه الكتب اللي أقرأها وإذن الكتب الدينية شيئا ما أقرأ لكن أقرأ حتى الأغلب سماع سماع جميل وكم لغة تتحدث ما عليك تتحدث في المالي ثلاث آه أقرأت اللغة المالية واللغة الحذرة في المالية نعم حقا أقرأت أجيب أنا أتوقعت أنك أدونت أنك ما تتحدث لا لا أتكلم باللغة المالية من أعلمه أتعلمت في في المنزل نعم في المنزل من كان يتكلم والد الوالد معه والوالدة تعلمت المالية طيب إذن إذا كانت الوالدة تتكلم بالمالية تعلمت نعم تعلمت المالية جميل جميل إن شاء الله طيب اشتركوا في القناة